إنها امرأة صالحة تقية تحب الخير ولا تفتر عن ذكر الله تعالى لتسمح لكلمة نابية أن تخرج من فمها إذا ذكرت النار خافت وفزعت ورفعت أكف الضراعة إلى الله طالبة الوقاية منها وإذا ذكرت الجنة شهقت رغبة فيها ومدت يدها بالدعاء والابتهال إلى الله أن يجعلها من أهلها تحب الناس ويحبونها وتألفهم ويألفونها وفجأة تشعر بألم في الفخذ وتسارع إلى الكمادات ولكن الألم يزداد شدة وبعد رحلة في مستشفيات كثيرة ولدى عدد من الأطباء ذهب بها زوجها إلى مستشفى فخم وبعد تحليلات دقيقة يكتشف الأطباء أن هناك تعفنا في الدين ويبحثون عن مصدره فإذا هو موضع الألم في الفخذ ويقرر الأطباء أن المرأة تعاني من سرطان في الفخذ هو مبعث الألم ومصدر العفن وينتهي تقريرهم إلى ضرورة الإسراع ببتر رجل المرأة من أعلى الفخذ حتى لا تتسع رقعة المرض وفي غرفة العمليات كانت المرأة ممددة مستسلمة لقضاء الله وقدره ولكن لسانها لم ينقطع عن ذكر الله ومتعلقا بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وكانت تقول لأهلها تطمئنهم إن شاء الله لن يمسني أذى فهذه عادتي مع هذا الدعاء الذي نجى الله به سيدنا يونس من بطن الحوت ويحضر جمع من الأطباء فعملية البتر عملية كبيرة ويوضع الموس في المقص ويحدد بدقة موضع البتر وبدقة متناهية ووسط وجل شديد ورهبة عميقة يوصل التيار الكهربائي وما يكاد المقص يتحرك حتى ينكسر الموس وسط دهشة الجميع وتعاد العملية ثلاث مرات وتتكرر الصورة نفسها وينكسر الموس للمرة الثالثة لأول مرة في تاريخ عمليات البتر التي أجريت من خلاله حتى ارتسمت علامات حيرة شديدة على وجوه الأطباء الذين راحوا يتبادلون النظرات انعزل كبير الأطباء بهم جانبا وبعد مشاورات سريعة قرر الأطباء إجراء جراحة للفخذ التي استعدوا لبترها وما كاد المشرة يصل إلى وسط أحشاء الفخذ حتى رأى الأطباء قطنا متعفنا بصورة كريهة وبعد عملية يسيرة نظف الأطباء المكان وعقموه صحت المرأة وقد زالت الآلام بشكل نهائي حتى لم يتبقى لها أثر وواجدت رجلها لم تمس بأذى ووجدت زوجها يحادث الأطباء الذين لم تغادر الدهشة وجوههم فرحوا يسألون زوجها هل حدث وأن أجرت المرأة عملية جراحية في فخذها؟ لقد عرف الأطباء من المرأة وزوجها أن حادثا مروريا تعرضا له قبل فترة طويلة كانت المرأة قد جرحت جرحا بالغا في ذلك الموضع وقال الأطباء بلسان واحد إنها العناية الإلهية وكم كانت فرحة المرأة وكابوس الخطر ينجلي وهي تستشعر أنها لن تمشي برجل واحدة كما كان يؤرقها فراحت تلهج بالحمد والثناء على الله الذي كانت تستشعر قربه منها ولطفه بها ورحمته لها إنه صدق اللجوء والتضرع إليها وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين